بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاطلاع على الأوراق والمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة وبإجماع أراء أعضائها بأحالة أوراق كل منه السيد محمد رفعت مو أسعد الدانب وشورته السيد الدانب محمد محمد رشاد محمد محمد رشاد محمد علي أوطى وشورته قوت الشيطان محمد السيد السيد مصطفى وشورته مناديله السيد محمود خلف أبو زيد وشورته السيد حسيبة محمد عادل محمد شحاتة وشورته محمد حمص أحمد فتح أحمد علي مزروع وشورته المؤة هشام البدر محمد موحي الدين وشورته هشام الفلسطيني محمود أحمد البغدادي وشورته الماندو فؤاد أحمد التابع محمد وشورته فؤاد فوكس محمد شعبان محمد حسنين ناصر سمير أحمد عبد الموجود حسن محمد حسن المجدي محمد حسين محمود علي عطية أحمد رضا محمد أحمد أحمد محمد عبد الرحمن النجدي طارق عبد الله عصران علي علي وشهرته طارق عصران طارق عبد الله عصران علي علي وشهرته طارق عصران عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة محسن محمد حسين الشريف وشهرته محسن القص وائل يوسف عبدالقادر محمد وشهرته وائل سيكا محمد دسوئي محمد دسوئي وشهرته الدسة محمود علي عبدالرحمن صالح لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي وحددت جلسة 9-3-2013 للنطق بالحكم لجميع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين والاستمرار العمل بقرار حظر النشر الصادر بجلسة 12-12-2012 وتكليف النيابة العامة في شخص ممثلها الحاضر بالجلسة تحريك الدعوة الجنائية قبل كل من خالف قرار حظر النشر أيا كان موقعه رفعت الجلسة تحريك الدعوة الجنائية تحريك الدعوة الجنائية تحريك الدعوة الجنائية